يعني شيخ صالحة المحبة التي لا تقدح في التوحيد هل يعني لها ضابط بذلك؟ المحبة التي ليس معها ذل وخضوع فأنت إذا أحببت زوجك مثلا وجعل بينهم مودة ورحمة إذا أحببتها أنت تخضع لها وتذل لها وتسجد لها وتركع لها لا هذه محبة طبيعية الإنسان يحب الخير ويكره الشر ويحب من أحسن إليه ويكره من أساء إليه هذه محبة طبيعية نقول أن هناك من يفسر التوحيد بتفسير قاصر على حسب هواه هناك جماعة يقولون التوحيد هو توحيد الحاكمية توحيد الحاكمية يقولون لا يحكم بالشريعة إلا الله ولا يجوز تحكيم القوانين نقول نعم صحيح هذا ولكن ليس هذا فقط هو التوحيد لو فرضنا أن نحكم الشريعة ولكنه يعبد الأصنام والقبور والأضرحة ويحكم الشريعة ما صار موحدا فالحاكمية نوع من أنواع العبودية ونوع من أنواع الألوهية وليس هو الألوهية فقط أو هو التوحيد فقط يجب التنبه لهذا لا يتقصر العبادة على نوع من أنواعها وإنما العبادة عامة العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة هذه هي العبادة نعم